عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الإجراءات الوحادية الأخيرة من جانب أطراف ليبية فاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها أكدت البعثة في بياننا اليوم نشر عبر موقعها الرسمي أن هذه الأفعال الأحادية تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين دعية إلى التوافق والحوار وبحدة الصف الليبي وذكرت البعثة جميع الفرقاء السياسيين والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بالاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلاح تتابع البعثة بقلق الإجراءات الوحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات الليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها ففي ظل المناخ القائمي تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين الآن أكثر من أي وقت ماذا تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي وتذكر البعثة جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلاح وبالأخص القرار 27 صفر 2